تتواصل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف مشارك من مصر والعديد من دول العالم يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك فيها 270 متحدثا من المصريين والأجانب كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع 14 ورشة عمل و33 جلسة يتحدث فيها 125 شخصا في 31 تخصصا